سهل خير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم ضيفي ضيف حضراتكم النهار ده المعنس مصافة الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ليه لليه النهار ده المعنس مصافة الشيمي عشان نبتدي نعرف لأن لازم كلنا نعرف أنا وانت وهو وهي نعرف هي الحكاية النقطة المياة اللي في الحنفية والمياة اللي بتنزم الحنفة دي احنا لقينا يعني هل هي بتتكلف ايه علينا احنا شركة المياه الكبرى بتاعت القاهرة الكبرى فيها 12 محطة بيعملوا اه 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 6 مليون و اه و اه و 500 الف متر مكعب مياه يوميا 6 مليون و 500 الف متر مكعب يوميا لحوالي 17 مليون واحد في في القاهرة 17 مليون الارقام ده اللي موجودة حط عليها 3 مليون على طول كده الناس اللي قاعدين و الناس اللي من الدول العربية الشقيقة اللي هنا و ايه المهم يعني حتلاقي ايه بقى هنا عندنا احنا بنتكلم في 20 مليون عارفين احنا بن بن الهادر بتاع المياه الدية عندنا من الستة و نص مليون متر مكعب يوميا بنتلحهم احنا بن تقريبا التلت احنا من 28 ل 30 في المية تقريبا التلت يعني حوالي 2 مليون متر مكعب بنهدرهم بنهدرهم في ايه ما احنا فييصة بقى تا واحد وقف تولي النار من بعض الدور كده وقف تعمل يرش في الشارع فاكرنا تسليه بيسلي نفسه اه بيرش في الشارع هو مش فهم ان المية دي بفلوس مش فهم لما نروح الدولة زي اسرائيل او الدول اللي محرومة من المية تعال بقى شوف لو هو المينين عنده ازاي الشروط انك تعمل في المينين ايه وتزرير ايه وتزرير ايه وتزير ازاي وتزير ازاي وتعمل ازاي و المينين ايه يعني زي اخضر كده ده لو هناك تشنق واحد بيرش في الشارع ده وغسيل العربيات وغسيل معرفش ايه و حمامات السباحة الناس اللي بتغير كل يوم مياه يعني حالات كتير يلدن بنهل معقول الكلامتها عارفين حضراتكم الحرفية لما بتنقط نقطة كل يوم على مدى 24 ساعة النقطة دي بتعمل متر مكعب المتر مكعب ده فلوس وحتى لو مش فلوس لو احنا لقينا المية دي لقيناها وعندنا مية كتير أوم بتخلصي وكده ويبقى عندنا حرام لأنك انت ربنا سبحانه وتعالى لذلك داك نعمة برضه انك انت مش مطالب انك انت حتى ربنا لما بيديك رزق ما انتش على كيفك تسيب بيدك تصرف على كيفك او تحوش ايدك تبقى بخير خالص يعني مش على كيفك المسألة مش على كيف كل حاجة فربنا بدينا طبعا احنا سبب اللي احنا فيه دا كله ان الثقافة بتاعت الملكية ملكيتنا احنا ان احنا نعرف ان الشارع ملكنا والنيل ملكنا والهوى ملكنا والحيطان دي ملكنا ما انشخبطش عليها والارض دي ملكنا ومنرميش فيها حالة ومش عارف ايه هزي الثقافة معدومة لما بنيلي في المية تحديدا النهر النيل بيجري بقى يشوف من امتى النيل ورا النيل محدش فاهم التاني ان المية دي ان احنا نحافظها يقول لك مها كتير اهيه ورايحة اهيه واحنا عارفين راحة فيه لا المية مش كتير او دي احنا عايشين ازمة المية النهاردة واللي مش مصدق ينزل في الدلتة كلها ينزل محافظات الدلتة ويشوف المشكلة هناك في المية ايه فحتى النيل المية كتير لا فيه ازمة ولما بنيلي نشوف محطات المية عندنا ازمة دي احنا عندنا القاهرة البديدة كلها بقى لك كم سنة لا طبعا بس دي مسألة يعني فيه ازمة بس مش ازمة نقص في المية قدمة ازمة فساد كانت مولودة وضمير ميت كان مولود وخط مؤسير المية اللي موصل هناك كان معمول بموصفات خطئة وتدخلات والدنيا وكانوا محتسين وفي الاخر عرض الامر على رئيس اللمهورية ورئيس اللمهورية قرر ان يدعم هذا الموضوع معرفش بربعمائة مليون لونية ولا من تحية مصر عشان نخلق هنغير خط المؤسير كله المؤسورة في الخط ده المؤسورة الرئيسية المؤسورة الواحد يمشي فيها يعني اي بنادم يمشي فيها يعني القطر بتاعها كبير فلما تريد تتعمل هتكلف نص مليار دي فاحنا المواصير غالية وحدات غالية وكلام ده كله لازم نبعارفين ده ولازم نبعارفين كل حاجة عشان نحاسم ولازم نبع احنا عندنا الاحساس ده اتعمل زمان حملات عشان المياه الست السنية والحنفية اتخذت على انها حاجة دماء خفيفة وكاريكاترية وما وصلتش بالصورة الصحية انما في الاول وفي الاخر اكتر قوة مؤسرة تقدر تأثر على السلوكيات وعى الثقافة بتاعة الشعب والاعلام طبعا الاعلام والسينما وكل ما يتناول انما هو الاعلام احنا شفنا فيلم السينما بعدها شفنا مسلسل تليفزيون بتاع الاسطورة شفنا على طول اتخذت اقتبسوا من المسلسل وبيقتبسوا كل حاجة سيئة الناس اللي خدوهم زفون في الشارع ولبسوهم حاجات حريمي مش عارف فيه كلام ده كل شفناها في المسلسل شغال ويعني فده فانت اي حاجة فيه اوه عشان كده طبعا ده شغل بتاع الام بي سي الام بي سي تو الشيخ وليد الابراهيمي والمعارش مين صاحب على الحقيقة انه محد من المملكة العربية السعودية واللي بيعملوا على فكرة خطر علينا وعلى المملكة العربية السعودية وعلى العالم كله الام بي سي القناة بتاعتها كلها شفوا الافلام الام بي سي تو والاكشن شفوا الحاجات اللي بزحها اللي بيتحرض على العنف لانه عمال يحط لك حاجات كلها عمف كلها عمف ودم ومش عارفه كلها طبعا لما تيري تقول لك ده افلام اللي بتطلع وامريكا اللي عملها ويا امريكا صلى الله عليه وسلم يعني امريكا دولة هم يعني دولة مثلا الازهر يعني بتاع العالم يعني تمال امريكان اصلا وهي اليود اصلا ما هي كلها مسونية والافلام اللي بتطلع دي تلت ترباح هطلع الاشياء اخرى تاني هو في حاجة اسمه الاموات الاحياء في حاجة اسمه ميتين احياء في حاجة اسمه ممصصين دماء انا ما عارفش اقول لنا لو في حاجة لا لو دي موجودة حتى افلام كاملة على ممصصين الدماء انما هو بيربي كل انواع العنف وفي الاخر طليعلك بايحين يقول لك لو قدل مش قدل اكشن ما تاكشنش فكرة الحانة حتى واخدين شباب عرب عشان بيلعبوا الكيك بوكس وحانات تانية كده فكرة العنف فكرة العنف فكرة العنف اللي هم بيحاولوا يعملوها في كل حالة الانبيسي راح اتمضت مع محمد رمضان عشان تعمل المسلسل الصورة اللي عملت وتعالي شوفوا المسلسل مع انها كانت تقدر تقدر تقدم مسلسل هادف وتقدر محمد رمضان نجم موهوب جدا يعني فنان موهوب بحقه حقيقي تقدر تعمل مسلسل هادف وتقدر تعمل حالة يرفع ما ينزلش يقدم حالك ويسب ما طلعوش انا في دور البلطاني يعني ما طلعوا يا اخي في دور البني ادم الشهم الجدع اللي هو اللي ماشي في اقتر القانون اللي هو ممكن نبال بطل ما فريد شوقي عمل ده زمان كان هو بطل الترسو كانت الناس بتسقف له بتسقف لفيلم السينما بتسقفه الحاجة على الشاشة الناس من قطر اعجابهم لان كان فريد شوقي بيمثلهم اللي هو البطل اللي بيبقى فيه ظلم هو بيشيره على الناس اللي موجودين اللي مش عارف ايه اللي هو بقى البطل بتاع كله واحد عادي النهار ده انا قلبت الآية وخليت البطل دايب هو البلطاني وهو بتاع المخدرات وهو اللي كذا وهو اللي كذا واللي كذا بيقلب وطبع انت بتقلب مجتمع وكله ده ميقلب في اطار الفوضى اللي شغالة يعني عما واننا تكلمنا عن الفوضى فالحقيقة احنا كان عندنا تجربة فوضى من يومين في النادي الاهلي في اهلي مدينة نصر دي كالتجربة للفوضى للقياس والتعديل لاجل التعميم يعني ايه يعني النهار ده في حاجة بتتعمل بجس نبض من خلال هذه المجموعة التنظيم السري اللي هو اسمه الالترس ده وهذا تنظيم خطير جدا وانا قلت من سنوات طويلة جدا من اول ما بدأت قلت من صاحب الالترس هو صاحب كفاية هو صاحب 6 ابريل وانا اختارهم او انا قلت الكلام ده بس كان فيه تعالي جدا كان فيه تعالي من المسؤولين اللي موجودين سواء كان كلام ده من 7-8 سنين كان فيه تعالي النم يعني ايه مين دول ومين اللي بقول ده أصلا ومين دول وكلام ده كله ما اخدوش اي حاجة على مأخذ زي ما ما اخدوش الحملة بتاعت خالد سعيد على مأخذ الالت انا بتكلم على السيد وزير الداخلية ايامها اللي هو سيد حبيب العدلي وعلى الناس خدوها مأخذ النم لدي احنا جمدين قوي اشتركوا في القناة